مساء الخير بخصوص الناس اللي ما بتعرفش تنام كويس او اللي عندها ارق في النوم وعندها مشاكل في الساعة البيولوجية زي مسلا الناس بتشتغل شفتات ولا حاجة انصحكم تاخد مكمل اسمه ميلاتونين او الميلاتونين ده في كزا شركة طبعا من انا جايبه من شفت اون ميلاتونين ده ده هرمون مش هرموني طبعا يعني ده المادة اللي تفرز من مخ ده بيساعدك عن نوم في الديب سليب لانت بتنام نوم اميك وكمان بيزبط للناس اللي بتبقى شفتات مسلا شغل الصبح او ساعات بيتقلب شغل بالليل بيصحوا بالليل وبيصحوا الصبح وهكزا ده بيزبط لهم الساعة البيولوجية وفي نفس الوقت هو مش محتاج تعود يعني انت بمجرد من انت لما تكون عايز تنام تاخد واحدة وتنام انا جاي بتركيز تلاتة ميلي جرام اه فيه طبعا لحد تركيز عشرة ميلي جرام او ممكن اكتر الله واعلم اه بس انا شفت عشرة ميلي جرام يعني بس انا بقولك ميلاتونين او الميلاتونين ده حاجة محترمة جدا لو انت وكمان مسرح في كل السيدليات وكمان بدون وصفة طبية يعني انت ممكن تخش تقول له انا عايز مكمل ميلاتونين عايز اجيب اه ميلاتونين هيروح مديك على طول الميلاتونين او الميلاتونين وحاجة محترمة جدا وتخليك تنام انا فعلا ما كنتش بعرفة نام وبتتاخده لما كون عايز انام وفعلا بينام وكمان لو تصحب منهم مفيش حاجة اسمها القرق والصداع والاريفة والتعب بتاع الصداع ده زي ما بيحصل مسلا من بقية الادوية اللي بتنام يعني كنت الاول كنت بستخدم برشام الحساسية اه فكنت لما كنت باخده كنت باصحة منهم خملا وجسمي مكسر لكن ده محترم ده كويس جدا وكويس اسمه ميلاتونين او ميلاتونين فلو انت بتعاني فعلا جرب الموضوع ده او دور على النت وابحث عن ميلاتونين او ميلاتونين وفعلا فعلا هتنبسط كتير اوي شكرا جدا ليكم واتنسا اشتركوا في القناة